موسيقى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقولك يا عادل انت لازم تنزل وتروح للترزي تجيب منه الفستان الاسود بتاعي بقاله جمعتين واخده وبعدين اربعين فردوس الله يرحمه بعد جمعة حاضر يا ماما بدل منزل واروح له انا ممكن بس اكلمه الاول في التليفون زكراني عادل عايزك فهم وضوع حاضر النمرته موجودة هنا يا ماما الترزي مين جمعة الترزي؟ اه موجودة هنا؟ شوفها عندك سيبي الانديكس اللي في اينك ده وشوف المصيبة انا اقع فيها عادل ثانية واحدة بس مصيبية ايها سناء بنتك بنتك قطعتلي كل الصفحات اللي انا مديها للولاد فيها اسفك طب ودي حاجة مدقاك يعني؟ اه طبعا حاجة تدياني طبعا تدياني اما الحمسك حجة على العين وزن لهم ازاي عادل جمعة 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 يظهر جمعة تاة في قصة الاسبوع بان يا عادل عايزك فهم وضوع ثانية واحدة بس اما اشوف عم جمعة ده عادل لا عادل خلاص انا جون فبا مش قادرة لانا خالص النور الاسفرات اللي في القودة بتاعتي دي انا مش هيفانا لانا بيه حاجة خالص انا عايزك تجيب ليه فلوريسان كروسو ايه اللي انت عايزها بدل ايه بص الحميات المشكلة مش في النور المشكلة في النظر فممكن تعملي المتدارة يعني عادل مامي حبيبتي ايه دي شوية كده بس انا عايزة في موضوعه بقين هخلي ايعمالك كل اللي انت عايزها ابي عادل ايه ده واللوت باطئ جدا يا ساتر زوق ايه زوق ايه ومش هيصل حاجة هيسرع تاني ايه يا ابي ممكن لو سمحت تنزل للواد حمادة هارد تفرماته لقين انا اشك ان الواد ده ساحب واصلة لحد تاني اه اه واصلة لحد تاني لا ده انا ده فعله 25 جليل في الشهر انا مش هسيبه يا عادل لو سمحت انا عايزك في موضوع اللي التارزي يا عادل التارزي لا يا عادل فلوريسو من فضلك بنت اجديني هقطها لك حتة لو عاملت العاملة السودة دي مرة تانية باس احرام عليكم احرام عليكم عادل ده بتاعي انا محد تسيقرب له خالص هو ايه هو ايه هو ايه هو تحول من ملكية خاصة لملكية عامة ده جوزي انا ولا عايزة في موضوع ابلعيه ايه يا بنتي وفي حد حيشك عنه اشباعي بيبل ليه واشرابي مياته يا حبيبتي لو عمل خدمتات لأهلك ربنا هيباركلك فيه هيباركلي فيه يعني ايه اللي هيحصل هصحل ايه بقى اتنين مثلا يجبني يا تشانس توقل مان بقولك ايه يا بنتي يلا نخش جوه يلا يلا يا بنتي نخش جوه يلا يلا عادل الحمد لله دخلوا جوه ممكن من فضلك بقى احنا كمان نخش جوه عشان عايزةك تفهم موضوع يلا يلا اعمل ايه اعمل ايه انا مش عارف ارض البيت ده ازاي الطلبات طول الوقت يا عادل يا عادل اعمل لكم ايه يا بيبي يا حبيبي قلبي هدي نفسك انت شكلك راجع من الشغل التعبان وبقى انت بترجع في البيت بيتك يا قلبي لازم ترتاح الله 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 ايه ده لعدة كله انا مش متعود منك على كده عايزة ايه يا رانيو يا حيات قلبي انت يا عمري يا قلبي انت انت جوز يا حبيبي اذا ما كنتش هدلعك هدلع مين في الدنيا قولي يا بيبي هي الست كده واجبها الانساني والزوجي انها هدلع جوز هوتش اخلاعه همم ساعات اخلاعه اه عادل لغا اتخولي حاجة اذي كده اتاني فق العشام ايه ايه يا عادل انت خفت ولا ايه لا انا اصد اقولي ان انا مش ممكن افكر في الموضوع ده خالص ولا قصر ان يخطر في بيلي حتى بنسبة واحد في المية عادل انت مش عارف الموضوع ده ممكن يبقى بالنسبة لي ايه ايه بالنسبة لك يعني ان انا جوزك ومتقدريش تستغني عني ويعني متمسكة بيا وكده ولا ايه يا شيخ روح أنا معناها كده أن أنا بضيع كل حقوقي كامرأة مطلقة آه محكمة الأسرة فتحت عينيكو يا هانم أثر ومن الآخر ميسر تواء إيه ميسر تواء دي؟ شرقت ولا إيه؟ افهم يا أخي ميسر تواء دي ميس بتاعت ياسمين في المدرسة عاملة حفلة تنكرية ومن الآخر كده عايزة فلوسة عشان يجيب لي ياسمين فستان ألس في بلاد العجاء ألس؟ أنا أجيب لي بنتي فستان كانت لابسها واحدة اسمها ألس وبعدين آآ ألس دي ممكن يكون عندها أمراض جلدية نعدي بنتنا معقولة يعني يا رانيه يا السلام زي حاجك دي يا أستاذ قولي أنك بخيل وجلدة ومش عايز تشتري فستان لبنتك يا بخيل أنا بخيل؟ أنا خيري مخرقك أنت وبنتك ومك واختك يا هانم لا والله ومك واختك برا الحزب أه؟ يا حبيبي الله يرحم لما أردت بي كنت كحيتها وفقيرة عالحديدة حديدة؟ أنا عمري ما كنت فقيرة عالحديدة أنا طول عمري راجل أعمال ناجح عالحديدة لكن الجوازي منك هو اللي عطلني أهانم والتاريخ يشهد وإذا كان أمتى بقى إن شاء الله؟ إن كنت ناسية أفكارك هيا يا رامزي عملت إيه النهاردة؟ بعت ولا ما بعتش في سانتك؟ لا يا دول احنا بسم الله ما شاء الله يعني بيعنا كتير اول نهاردة بعتلك يا عامل مادليتين سكيوب الدوم واربع حرف ميم ومادليا كرة ارضية وفي خمسة تسرقوا مني وفي واحدة واتجري وخطفة وجري يا سلام خمسة تسرق انت كل يوم حاجة تسرق وحاجة تضيع انا مش فاهم مش هات الفلوس هات الفلوس اخد يا دولة بقى اخد يا معلم اعد وقبضني اعد ايه؟ هم ربع جنيه وربع اعد فيهم ايه؟ وبعدين انت مفروض تجيب لي 140 قرش فيه كده هو 15 قرش نقصين نقصين ازاي غير اللي تسرق وغير اللي ضاع ليه يا دولة مش انت يا حبيبي قلتلي المادليا اللي هي حرف ميم ديا بربع جنيه وليسكيوب الديا بخمسة تشعر ساخر خمسة تشعر ساخر الاستيوبيد استيوبيد ايه بس استيوبيد ايه؟ اسمها اسكوبيدو الاستيوبيدو اللي ابيض واسود العادية دي اساسا بخمسة تشعر ساخر التانية بربع جنيه اللي عايز بقى مادليا الوان وينزه نفسه يدفع واحنا هنصرف عليهم ولا ايه؟ يا دولة بقى ربع جنيه من 15 قرش ما فرقتش بقى يعني ما فرقتش بقى يعني ولا ولا انت تفع حاجة من جيبك ما انت مش داري بالدنيا ومش داري بالاسعار يا نهاريسوح ده كل حاجة ولعت يا ابني درغيف العيش دلوقتي بقى بتعريفة ايوا يا ابني اتذكرت الاوتوبيس بقت بشر الحاجة الساعة بقت بخمستاشر قرش امان انت فاكر ايه؟ الواحد مش عارف هيتجوز ازاي ولا هيكون نفسه ازاي؟ ده انا صروتي كلها كل ما املك حطيته في المشروع بتاع الكرتونة اللي سلمتها لك انت دولة طب والي يكبرلك المشروع ده واني عام تديله ايه بقى؟ بص يا دولة انا ليك عندي لقمة عيش ملبن مية مية بص امان انا مش جاي بقى مصري نون علشان العب مش ساب انا مستقبلي في البلد بعد ما خدت دبلون الزرايب واجه نون بقى مصي فروب ايه؟ خمستاشر ساق؟ لا ده انا بقى عناية بقى على الورقة مو خمسة جنيه؟ خمسة جنيه؟ ايه الجاشع اللي انت بتتكلم بي؟ وهنجيبي ازاي بالخمسة جنيه دي؟ انا هقولك يا دولة احنا بإذن الله يعني ان شاء الله احنا بس نيتنا تبقى صافية والكارتونة دي يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهتبقى اكبر تبقى اكبر؟ اه هي فكرة بس بدل ما نجيب كارتونة اكبر ما احنا ممكن نجيب كارتونة تانية قدها ونفتح الاتنين على بعض لا يا دولة بقى ما تفتحش انين الناس بقى علينا يا دولة علشان الدرايب يا ابن الدرايب دلوقتي مفيش منها مشكلة انا اسمع بعدين الدرايب دي مش هتسيب حد بس انت صح يا له اه بص بقى يا دولة احنا بقى بما ان يعني الحمدلله الكارتونة دي كده وان واسعة احنا عم نجيب البضاعة دي كده هوا ونقوم قسمين الكارتونة دي كده ونجيب بقى ايه يعني بربع جنيه حرنكش على كتكوتين كده زونططين على دوتين از بالورق بتاع التود بتاعهم اه يجوا بقى كلهم يعني دود الاز هي بص مدام كده كده فتحنا الكارتونة ايه رأيك نجيب شوية دوم لا يا دولة انا الدوم دا وان ما بحبوش ما بتحبوه او انت هتاكله يد وانت بتاكل مدليات وكل شوية تقولي ده ضاع وده تسرق تاكل مدليات يد انت بتاع رمزي وطيق قبل كده يا بنتي ولا يا رمزي شعر مظبوط يا ده مظبوط ده ولا ولا التوفيق يا ابو بادوي عايزين اثنين واحد نعناع لو سمحت يا ابو بادوي احكي لنا بقى استاذ حلمي بتاع الاحياء اعمل معك ايه يا بنتي ده غريب ده غريب ده يموت عروحهم اتضحك ده اصلا كل ما طول ما هو قاعد عمالي يقولي حاجات غريبة وبيعمل حاجات غريبة كده كده معرفش ايه وعايز اقولك انه بيعضي يكتبلي شعر ركيك عمي كده غريب مطفشني مخليني كل يوم انط من على صور المدرسة يا هبلة مطميني معايا بك انتخذي منه مزحنص السنة لا طبعا انا اصلا ما بحبش النجاح الرخيص انا اصلا يوم ما افكر اني انجح لو نفسي يعني انجح هنجح بكرامتي بالبرشام اللي بكتبه وبتعبي بمجهوضي وبعدين هو اساسا ما فيهوش مواصفات اما هم فاتاء احلامي وايه هي بقى المواصفات دى top of all انه هو يبقى اهم بااضرة طبعا طبعا لازم يبقى modern فسكوسي افestry يouth다� raid اهinger اعني حاجة عايز اقولك هنه هو يبقى brilliant اذا ده ابتاج انت اي شفاهيمك ? برا supervis و Devil est وليزم يبقى واسيم طبعا انا انا كان استغني على انه هو يبقى واسيم بس على اساس هن هو يج steep، طبعا مغنطيس يا معدل سوريا ما دقني يا أنيسي يا أستاذ بص يلا البنات السنة ودول يا أم بيت الأسراط اللي حد داخلينه ده بس دي حلوة قوي 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 شبه صفاء السابعة بالزبط يلا يهد انا رمزي شفت العالي القرانات دول يلا اه دولة مش هما دولة هدولة اللي فرق عالونا الكورة وقعنا بنلعب كلب المشترك كلب المشترك؟ بس أنا بقى المرة دي مش هزكت لهم يلا بقولك يا جامعيني أنا معاها تذكرتين سينما لفيلم النمر الأسود من 12 لثلاثة يعني يا دوب هنخرج على معادل مدرسة بالزبط ولو قيللهم في البيت إن عندك مجموعة يبقى يا دوب نطلع على كازينو الحمام نتغدى ايه ده؟ ايه ده يا كابتن ده؟ إزاي تتكلم مع بنات الناس بالشكل إيه ده؟ انت ما عندكش إخوات بنات؟ لا أنا وحيد وحيد؟ طب افرد مثلا مامتك وباباك فكروا إنهم يخلفوا جابوا بنته وبقت أختك ترضى حد يعكس أختك؟ أنا بابا مات انت هتقفلها يا كابتن طب افرد مثلا مامتك يعني بعد ما بقىك مات الله يرحمه اتجوزت واحد تاني وخلفت بنته وبقت أختك برضو ترضى حد يعكسها؟ اه انت بتهزر وبتغلط بقى اه وانا اعمل لك ايه؟ يعني هو أنا اللي موت ابوك؟ ايه وبعدين هو يغلط براحته بقى وبعدين فين يا دي انت هو هو الكرة الكفر بتاعتنا؟ من ساعة ما قدستوا عليها بالأعربية ومشيتوا حتى ما بستوش الكرة الكفر حصل لها ايه؟ بس يا لأ بس يا لأ ما تهوقت بس ما تهيفش القضية هيعملوا ايه؟ يعني هياخدوا الكرة يودوها الأصل العيني؟ بس والله يبين لكم شكلكوا عيال هبلة وعايزين تاخدوا على دماغكم وبعدين انت مالك نعكسها ما نعكسهاش يا صاحب تشيال اشتكتلك؟ ولا ايه يا جميل؟ مرسي رونيا ايه اللي بتقوليه ده شكلوه معيال سيعة طب مش مرسي ايه وبعدين يا كابتن احترم نفسك يعني لان ايه دي تبقى بنت خالتي وما دم بنت خالتك ما قعدتش جنبها ليه؟ عشان امي وخالتها متخانقين مع بعضيهم يعني بقولك يا امور مات يلا بينا بقى عشان نلحق السينما زمن احمد زاكي خلص جاري الا لا 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 ولا انت مفيش حد مالي عينك ولا ايه يا لا ما تحترم نفسك كمان نزل ايدك لحسن قطعها لك ولو ما نزلتش ايدك هتعمل ايه؟ يا ما طحنت ناس كتير جدا على شانك يا ما دمرت شباب وحطمت قلوبهم طحنت ولا طحنت؟ طحنت طبعا ده انا لدرجة ناس كتير جدا نصحوني وقالولي اما تفتريش بصحتك على الناس يعني انا مسمعتش كلامهم وبعدين لعلمك بقى يا هانم لعلمك انا خسرت جيل التمانينات كله بسبب جيل التمانينات الزهبي طب ما انت خدت الظهرة شباب هذا الجيل ولعلمك عشان تبقى فاهم بعد إلحاحك الشديد علي اضطرت اسفة بالعافية اعرف اخدلك معاد من مامي إلحاحي؟ إلحاح انا؟ يا سلام لا يا هانم ان كنت ناسية افكاري ها ايه رأيك؟ قديمة قوي يا مادليا ومادليا خشب الشغل ده كان بتاع زماني يعني ده شغل مين ده؟ ده شغل بندق بندق ده اساسا من زمان كان اي كلام انا الحمد لله دلوقتي يا ربنا كرمني يعني اخر كرم وبقى عندي كاسة ضبل احمر بطبع منه وبقى شراية الاصدقاء والجتس بقى وليلة بس بمناسبة ايه يعني الهدادي؟ بمناسبة مرور ست سنوات على ماشينا مع بعض رانيا اوعى تقولي الكلمة دي تاني ماشينا مع بعض انت مش ماشي معايا يا ماما انت ماشيا جوايا عادل احنا لازم نوضع حد الماشينا ده لو تعبت من الماشي ممكن تريحك يا عادل لو سمحتك احنا عايزين نفكر بعقلانية ونوضع حد العلاقتنا ايوة يعني اعمل ايه بصي لو انت زهقتي مني وخلاص عايزة تنهي العلاقة براحتك عايزة تكملي براحتك انا معديش مشاكل يعني عادل انا جاي لي عريس جالك عريس اهم حاجة سألته عليه كويس لان مش معقولة بعد ما تكوني ماشية مع عادل سعيد تتجوز اي حد ايه كلام كده انا سمعتي في السوق برضو ممكن تتضر العلمك يا عادل لو سمحت انا عايزك تحدد موقفك وتقولي هتيجي امتى تقابل بابا وماما بص يا رانيا حبيبتي انا مش هقدر اجي قابل بابا وماما دلوقت لان انا مشروع شاعر كبير مستني طبعا اطرح الديوان الاولاني بتاعي ووحكات الجواز دي ممكن تعطل العلمك يا عادل يا حبيبي يا حبيبي قلبي انا استنفست كل مبرراتي الوهمية في ستة وعشرين ونص عريس ايه اللي تقدمولي اتقدملك ستة وعشرين عريس ونص النص ده ايه اتكلم ومجاش ولا ايه لا ما انا قدت ابع الزوجة التانية الواحد متجاوز بين ثلاثة وربع ولا ام مش عارفة المهم ان انا رفضت وتمسكت بيك فلو سمحت لو مجيتش في خلال يومين تقابل بابا وماما انت عارفة انا هعمل ايه تعمل ايه يا عام هطلب منك ترجعي تلتميك جنيه اللي خدته مني عشان تشتري كاسة الدبل بتاعك لاحمر يا عادل وطبعا استخدمتي كل الحية للممكنة والغير ممكنة للوصول لي يا هاني انا استخدمت زكائي كأنسة زكائي كأنسة ولا هبلي كراجل ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انت فاكر نفسك مين اصلا ده انت تحمد ربانا انك ميجاوز واحدة زي دانالولا اقناط مامي بالعافية كان زمانك دلتي ميجاوز اي واحدة ايه ايه انا انا لا يا هانم لا يا هانم ده انت اساسا اول ما قلت لامك ان اللي جاي ده اسمه عادل سعيد مجرد ما ذكرتي اسم عادل سعيد امك احولت من الفرحة خالص يابني انت مش فاهم ده الكلام اللي انا قلته لك وقتها عشان مجرحش مش عارك كموقات المصري وشب طموح وان كنت مش عارف اعرفك فالتالي دوشي نجلي اذا كلم اختك المواصفات بتاع العريس اللي انت جايبها ده عريس جربوع ومش من مستوى العيلة بتاعتك وانت مش ممكن تعيش بالمستوى اقل من كده زي كل بنات العيلة ما تتكلم وتقول حاجة يا عبدالسطان والله انا محتار وبعدين انت عارفة كويس قوي ان انت مأري فتحة بتاعتك مع شريك باباكي جزتم به اكبر واحد بتاع النودلس مصر مامي ينوك فاري وال ان انا ما بحبش النودلس ازاي هيحصل فيه بيني وبينه توافق انا مش ممكن اتجاوز صاحب ابن صاحب المصنع ده بقولك انت مش هتتجاوز الجراجل الجربوع اللي انت جايبهولي ده اللي عنده كساد دابل انت فاهمي مامي يا حبيبتي ده هو اساسا مستقبل واعد ده ممكن كمان هيعمل ويكبر المشروع ويبيع ولا عاد ولا عاد اي ساد نو نو اوكي يا مامي لعلمك بقى انا لو ما اتجاوزتش عادل حماوت نفسي رامي عبدالرصاص في مدق نعام ها ما تقول حاجة عبدالسطار والله انا محتار يا حبيبتي بالفضلك اتي لازم تبسيكي نفسك ارجوكي كل الناس مرت بالحب الاول ده معادة ان انا اللي دبست مع ابوكي طول السنين دي وبعدين عايز اقولك حاجة لو انت تجاوزت شحاتة هتفضلت طول عمرك شحاتة انت فاهمة ولا بش فاهمة وبعدين عايز اقولك حاجة ممنهرة ولايح مفيش اي اخروج غير بازني افهم من كده ان انا في حذر تجاول على مشاعري واني محتوطة تحت المايكروسكوب اوكي بس انا عايز اقولكو حاجة انتو ممكن تتحكموا في جاسدي لكن روحي نفر ما تقول حاجة عبد ستار والله انا محتار يا ماما مش معنى ان انا مشيت معاها لمدة ست سنين ان هي اخلاقها وحشة يعني يا ماما يا نهرب يد ماشي معاها ست سنين وعايز تبقى اخلاقها كويسة اما لو اخلاقها وحشة تبقى ماشي معاها ستين سنة انت مالك انت يا سناء انت مالك انا بتكلم مع ماما وبعدين يا ماما العلمك دي طيبة جدا انا بحبها عشان طيبة قلبها عارفة دي عبيتة قوي يا ماما ده انت اللي عبيت قوي وخايب قوي ده كون الستات انت ما تفهمش فيه يا خايب يا خايب يا خايب مالكيش دعوة وبعدين بصوا بقى يا جماعة انا خلاص قررت ان انا روح اخطوبها يوم الاتنين اللي جاي ان شاء الله لو انتو مقتنعين اهلا وسهلا تعالوا معايا لو مش مقتنعين انا هروح لوحدة بقى يا ماما كده برضو يا عادل عايز تتجوز جوازة انا مش راضي عنها ماما مش راضي ليه طب شو فيها الاول طب يا ماما اف والله انا محتار ايه ده الريحة الكمكمة دي ماما 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 ريحة بخور هند يا ماما بخور ايدي زفت ريحة زفت اش 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 معادي اهلا وسهلا اهلا وسهلا اح اح اما فينة العروسة يه langaya عروسة pana عروسة ليه مش لما اعرف الاول المستوى بتاكو وانتم من وjaz你在دنيذ منين اذا كان المستوى بتاكو مثل المستوى رفيع بتاعنا او لا انا مش شايفة اي مستوى ايه الالوان دي وابتاكو و ايه الكلم المال في الارض ده اه ما تقوليش الكلام ده خالص من من فرلك الناس انتي باتعرفيش انا المستوى بتاعي في العبشات стоعي seemed لدي جداً زي ما تقولي السهل الممتع ها؟ ولا ايه عبدالسطار؟ والله انا محتار واضح ان الاستاذ عبدالسطار على طول محتار انا بقى لازم تفهم ان بنتي لازم تقيش في مستوى رفيع جداً جداً زي ما عايش هنا مع ماما وبابا يعني مثلاً لازم تروح النادي كل يوم علشان تاخد بان سولاي عشان التام بتاعها الباديكير والمانيكير لازم يقولها هنا في البيت ما تروحش هناك خالص لازم يكون فيه شوفر لازم يكون فيه سنترول هيتنج لازم يعني كل الكمالياتات دي بصي حضرتك بالنسبة للكوافير والمانيكير وكده دي كلها حاجات مقدور عليها يعني ده في بقى لسه الاساسيات يعني زي ما انت شايف ان انا قاعدين هنا في بيت متين وخمسين متر فيه اتنين صالدباء فيه كل الكمالياتات اللي انت ممكن تتخيلها وبنتي مش هتعيش اقل من هذا المستوى اه بس حضرتك يعني واضح ان البيت عاجبك لانه بيتك طبعا بس انا مش هقدر اعيش معاك انا بفكر استقل انا ورانيا الواحدينة في بيت يعني الواحدينة انا ها كيها ديسا ومين قالك ان احنا بنعزمك حبيبي انت لازم تعرف ان انا عندي الخصوصيات بتاعتي انا اه طبعا طبعا ايه طلباتكم بقى اه طلبتي ان بنتي لازم تعيش في شقة تلتمية متر لازم يكون فيه تلاتة سالدباء لازم يكون فيه كتشن كبير يكون فيه صوف راجي يكون فيه طباق يكون فيه كاميريرا يكون فيه ناس بتاع المساجر فان ده انا في البيت ده غير ارسة تاير والبيبلوهات وكل التماثيلات اللي موجودة هنا تكون من انتيك ها ارجوك حيلك حيلك على احدة كله قلت لك تلاتة سالدوباء ما كناش غلطنا وجايين نقط بالكنتسة عزيزة اه ايه يا سناء ايه يا سناء انا راني عندي احسن من ميك كنتسة طب كوعا يا اخويا كوعا تلاتة سالدوباء اه اه حضرتك انا ما فيش مشاكل ان شاء الله هستلفوا اه يعني اصدق اتصرف يعني ان شاء الله حتى ابيع كاسة الضب الاحمر بتاعتي هديتي الوقت اتبطيتي ايه دي دون بطا دي بقولك ايه انا كل ده انا لسه مش وفقنان اه انت لازم نشوف اذا كنت حتقدر تجيب الحاجايات دي ولا لا طب ايه يا اختي ما نشوفه العروسة الاول ايه شوفه اذا كانت تسهل ولا لا هو 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 لا اجم اكسكيوز معلش اسانة بنتي لسه جاي من ماتش تنس دلواتي وطري فاتيجي فتلاتة من ان سيستة ايه 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 رعاياك انت يا استاذ عبسطة واللهي انا محترا خوناسوار خوناسوار زي ك دوسما ما شيري دوسما دي واقع خالص يا ماما دي واقع من سبع دور عادي شكله و لبس في الحيط انا شخصيا ما اقدرش عاشرها يومين على بعض وانتي ايه الي زنك عليها يا ماماye istiyorum ايه الي خلك تعاشت تقريح وحد عررة زي دي انت عندك بيتك الحمده الله ابوك مستيتني واضح يعني الحمده الله ان في تفاهم بين العائلتين فيعني اقول مبروك مبدايا لي ومبروك ليك طبعا يا رانيا ومبروك لينا جميعا وحاد دي بقى سمعنا زغروتة يا اخوانا وين exactly اقبالك كده هي ناجلاء ههههه وفرحت صعص فرحت فرحت كاي فتاة سازجة مراحقى تفع هتلبس الفسطل اللي بيض يا سلام ما انا كمان فرحت صعص زي اي شاب سازج هيلبس البذلة السودا يا ابن انت اصلا كان لازم مش تفرح ده انت تطير من الفرحة يا ابني اصلا انا عروس هاللقطة يا ساقه تم انا برضو لقطة انا القط منك لعلمك بقى اقولك يا عادل من الاخر يا حبيبي انا جوزتك علشان انت صعبت عليها صعبت عليكي ماشي ماشي لعلمك انا الاول صعبت عليك لكن بعد ما اتجوزتك بقيت مصعب على مصر كلها عادل عادل خلصني يا عادل من الاخر هجيب الفستان بتاع عالس بلادي العجائب لبنتك ياسمين ولا لا بص يا رانيا انا لو جبت الفستان بتاع ياسمين مش هيبقى معايا فلوس اجيبلك فستان صهرة شفته يجنم عادل يا حبيبي يا قلبي يا سيتي يا ناس ملا عليك يا ناس اسملا عليك اجيب لي فستان صهرة يا حلوة يا قمرة لا مش هينفع بقى اهم حاجة اجيب الفستان بتاع ياسمين فستان ياسمين انهي اللوه بتاع الحفلة التنكرية الحق يا عم تقول على الحفلة التنكرية مش مهم يا عادل اختباتي ايه مهم انت منين حجيب الفلوس اللي هتشتريلي بيها يا فستان الصهرة اه انا بفكر صراحة يعني ابيع كاسة الاحمر الدبل فكرة ولا فكارك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة